أخيلية طبعاً مثل ما ابتديت في المقدمة إحنا عايشين في عصر في مجتمع فعلاً كل هذه القيم والمبادئ يعني بقولك الحق مش مطلق هذا عنكو أنتو بس هذا لا يعني أنه إحنا نمارس حياتنا مثل ما هي وبصراحة يعني أقولها بشكل أبسط أنه معظم الأنظمة اليوم والديانات هي ضد نظام المسيح أو ضد تعليم المسيح والكنيسة عم بتواجه حرب شعواء حرب ضروس عنيفة من كل ناحية فحربنا مش بس مع الطواقف ومش بس مع الديانات والهرتقات والبدأ مع النظام العالمي والنظام العالمي كله 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 على فكرة مش عم بهاجم أي نظام آخر كله بالنسبة لهم ماشي إلا لما بتيجي عند يسوع المسيح ومع أنه يسوع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء أنه كان بار وكان قدوس وكان طاهر وكانت حياته كاملة حياته الأخلاقية والأدبية يعني الناس كانت شايفتها لا غبار عليه ومع كل هذا الكنيسة اليوم تهاجم في هذا الأمر شو الحل وشو العلاج لهذا الموضوع لا تنسى أن رئيس هذا العالم أخ نزار هو الشيطان ألعنه الكتاب أو ألعنه الرب يسوع المسيح رئيس هذا العالم يأتي لكن ليس له فيا شيء ولا ننسى أيضا كمان أنه فيه حاجة اسمها أنتكرايست ضد المسيح الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصر فهناك من يقاوم روح المسيح روح المسيح عايز إيه قداسة؟ لا عايزين ننعيش في النجاسة روح المسيح عايز الراجل يتجوز امرأة لا احنا نعمل نظام تاني روح المسيح عايز نعيش أمانة ونقوة أحباء خلي بالنا أنه فيه روح قال عنه بمرة بولس يا عدو كل بر قال لتزال تفسد سبل الله المستقيمة ما هو الحل؟ الحل نحتاج أولا أن نختسل بدم المسيح ثانيا نحتاج أن نمتلئ بالروح القدس ثالثا نحتاجين أن نكون قاربين من كلمة ربنا حباء أو الكلمة اللي قالها الكتاب عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلونا حسنا إن اتبهتوا خلينا في صف ربنا خلينا جنب الرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر